باستثناء حضور واضح لليمن في البيان الختامي فلا جديد في القمة العربية الاخيرة يميزها عن القمم السابقة القمة التي انعقدت في ظل اتساع رقعة العداوات بين الانظمة العربية وزيادة خارطة النفوذ الايراني في البلدان العربية وارتكاب الكثير من السياسات الخاطئة في معالجة الملفات الملتهبة عربيا البيان الختامي للقمة التي عقدت في الظهران بالسعودية خرج كعادته بتوصيات شجب وتنديد ورفض لتدخلات الايرانية في البلدان العربية واعتبرتها عدوانا يهدف لزعزعة الامن العربي متهمة طهران بدعم وتسليح الميليشيات الارهابية في اليمن وسوريا في انتهاك واضح لقواعد العلاقات الدولية وميثاق الامم المتحدة في الشأن اليمني فإننا نؤكد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه لم تقب اليمن عن بيان القمة فقد أكدت الدول المشاركة مساندة جهود التحالف العربي في دعم الشرعية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن وهي المرجعيات التي تمسك بها الرئيس هادي في كلمته أمام القمة كطريق لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ورغم أن دولا في التحالف وقفت وراء دعم ميليشيات انفصالية في الجنوب إلا أنه كان من اللافت تأكيد القمة على وحدة اليمن والسقلاله مما يخلق شكوكا حول مدى جدية الدول العربية في وضع آليات عملية لمواجهة التهديدات التي تشكل خطرا على وحدة وامن اليمن القمة العربية في بيانها طالبت إيران بسحب ميليشياتها المسلحة من اليمن وسوريا لكن القمة كعدتها لم تحدد الآليات العملية التي تؤكد جدية القادة العرب في حل الصراع مع إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر